مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع رب يشرح لي صدري ويسر لأمري وحل الحفظ تم اللساني يفقه وقولي اليوم بدني حكي عن شغلات كتير عن موضوع الكورونا فيروس او كوفيد ناينتين انا يعني حطيتهم في ورقة امامي عشان اقدر احكي لكم الموضوع كتير اخر التحديثات عن الفيروس اخر الاعداد شو اللي عم بصير بالميديا بشكل عام يعني حيكون الفيديو طويل شوي فان شاء الله تستمتعوا فيه اول اشي بدا نبدأ فيه الاشاعات المضحكة عن الكورونا او الكوفيد ناينتين طبعا بتشوف افلام وفيديوهات ما بتعرف اصحابها يعني فاضي ياخي روحوا اخترعوا شغلة فيدوا الامة لانكم ستحاسبوا يوم القيامة على الشغلات اللي بتسووا فيها دبلجة الفيديوهات ووضع فيديوهات مغلوطة بس عشان تسووا نشر لشغلات مبغضة وتبث الكراهية والحقد بين شعوب العالم فاتأكدوا انه فيه ناس لسه عندها عقول يا اخي ربنا اعطاك افضل حاسب آلي كمبيوتر اللي هو عقلك لا تزدته على الرف انا بحكي للناس المتفاهم الواعية اذهب وابحث يعني صدرت قبل فترة عينت الولايات المتحدة الامريكية في مدينة باترسون مسلم رئيس للشرطة عينته لانه رئيس للشرطة ما عندك مشكلة عينوا رئيس للشرطة لانه افضل شرطي موجود او هو الشرطي اللي اخذ او حاز على الاغلبية في التصويت في المركز او الشيء مش لانه مسلم مش لانه اسمه ابراهيم اعتقد لا لانه شخص فعلا بستاهل وهو الافضل في هذا المنصب هذه الدول اللي بتحترم الانسان اوكي فقط راحوا حطوا ايش بنشيت ناس هدول اللي ما بعرف كيف بيطلعوا هدول الفيديوهات والافلام انه امريكا شوف شوف امريكا تعين رئيسا للشرطة في امريكا كل امريكا لها رئيس شرطة واحد عادة في كل مدينة وقرية لها رئيس شرطة تعين رئيسا للشرطة في امريكا خوفا من دعاء المسلمين وليحصل بامريكا ما حصل في الصين من دعاء المسلمين يا زلم انه سبعين سنة بندعي على اسرائيل انه سبعين سنة يا جماعة ما بدى اعرف هدول والناس اللي بيصدق وبعتلك الفيديو هذا او المقطع يعني ارحمني ارحمني في فيديو تاني انتشر انه في اول الازمة الصينيين من صعوبة الوقت والحياة والهذا كلهم وقفوا في وقت واحد وحكوا انه الساعة 8 مساء رح نطلع ونغني مع بعض من الشبابيك يعني من العمرات وانت في بيتك تغني بالشباب فطلعوا نادوا وغاول شي غنوا النشيد القومي الصيني بعدين صاروا يحكوا وهان جاء يعني وهان كمان كمان يعني تشجيع لأهل وهان ورفع من المعنويات شو راحوا لللي فموش صيني الناس فشو كتبوا عليها شوفوا اهل وهان يصرخون من الموت يعني عم بموتوا ومش ولا احد انقذهم يا إداهي المهم الإشاعة الثالثة معلش نشفورية هدول الإشاعة الثالثة اللي طلعت الرئيس الصيني في 2015 راح زار أحد المساجد في مدينة شيئان شيئان فيها مسلمين كثير اللي راح على الصين بيعرف مدينة شيئان فيها مسلمين من ألاف السنوات وعايشين غاد والحمد لله كل الاجتماع راح زار أحد المساجد هناك فطلوا هذا الفيديو هلأ بقول لك الرئيس الصيني يزور المسلمين ويدعوهم للتضرع لله سبحانه وتعالى لإنقاذ الصين أسلم الرجل رجل هذا شيوعي لا يؤمن ما بعرف أنا ما جلست معه لكن أنا متأكد أنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى و تروح يسأل المسلمين يتضرعوا لله سبحانه وتعالى عشان ينقذ الصين يعني أنقذوا عقولكم يا جماعة أنقذوا عقولكم هاي بعض الإشاعات اللي طلعت والأشياء اللي ضحكتني كثير و قلت خليني أفضفض أفضفض طب الحذر ما زال في مدينة وهان وصلني من الدكتور علي الوعري اللي هو صديقنا و زميننا الموجود في مدينة وهان في الفرونت لاين وصلنا أنه زادوا الحضر الآن الحضر كان ممكن كل ثلاث أيام يطلع واحد من البيت هلأ فيش حدا يطلع نهائيا الحكومة عم بتوفر المؤونة والأكل لأي بيت أي إشي بدك إياه في لجان شعبية موجودة وهي اللي بتوفر لك الأكل للبيت طبعا في ناس عم بتلوم الصين على الحضر وهذا إجباري وهذا قتل يا جماعة لو الصين ما قامت باللي قامت فيه في مدينة وهان وأنا إلي أهل وأصحاب وأصدقاء في مدينة أهل بحكي لكم يس أصدقاء في مدينة وهان و عارف قديش صعوبة الموقف لو ما قامت باللي قامت فيه هذا الفيروس كان في كل مكان في 2009 لما انتشر H1N1 في أمريكا في الوانز الطيور وأمريكا ما قدرت تعمل إشي وفشلت في السيطرة عليه هذا الفيروس انتشر في كل العالم فالموضوع اللي عم بصير هو اللي صالحنا الناس عم تدفع ثمن بس عشاننا عشان إحنا يحافظوا علينا فما بدنا مزايدات وأنا بحكي لو صارت في أحد الدول كان للأسف يعني الله أعلم اي صار وقديش حدد الضحايا تأثير السوشال ميديا السوشال ميديا طبعا لها يعني هدف رائع وممكن توصل وجهة نظر جيدة لكن ذكرت دراسة نشرت في أحد الجامعات في جامعة إيست أنجليا في البريطانيا أنه الأخبار الكاذبة اللي موجودة على السوشال ميديا والمعلومات الخاطئة والنصائح غير السليمة قد تجعل انتشار هذا المرض أسوأ فمشكلة السوشال ميديا أنه يعني بوصلك أي فيديو من السوشال ميديا أو أي إشاعة لازم لازم تبحث عن مصدر المعلومات تبحث هل هذا كلام صحيح أم هو مكذوب يعني تجي شغلات وفيديوهات يعني ما أنزل الله بها منصف فكر شوي يعني شغل الدماغ اللي أعطاك يا ربنا سبحانه وتعالى أفضل كمبيوتر بحكي على وجه الأرض أكبر ذاكرة شغله ما تخليه ما ستتعرف بس عشان تضيع وقت ونشر هاي الأخبار الكاذبة يمكن أن تؤدي إلى فقدان أرواح أنه ناس عم بتدور على الموضوع انتشر يعني الصين مش قادر تلاقي دواء واحد بقول لك كاتب عنا هلا بحطي لك الصورة ينسون للكورونا ينسون للكورونا طبعا يعني ينسون بقو المناعة ما ما منحكي شيء بيعطيك في له فوائد بس مش مش علاج للفيروس يعني ما ما نكذب عن ناس ما نضحك عليهم الناس يعني شعات بكل طبعا الصينية من الآن تعرفوا يعني مرينا على عيد الفالنتاين وعيد الفالنتاين عم أو عيد الحب عم بيعملوا شغلات فكاهية عم بحطوا شغلات حاطوا لكم شوية صورة تشوفوها عم بحطوا شغلات بالبوكي تبع الورد يعني قد تكون شوية فكاهة عبر رية عن نفسنا شوية العداد العداد طبعا وصلت إلى أكثر من 65 ألف حالة للأسف عدد الوفيات وصل لألف وثلاثمية وأربعة وتمانين حالة بنسبة تقريبا تنين واشي بالمية تنين واثنين بالمية عدد اللي تعالجوا أكثر من سبع تلاف حالة بنسبة 11 بالمية يعني في هذا الآن في الفترة الأخيرة صار في زيادة سريعة في يوم صارت قبل يومين صارت زيادة سريعة طبعا الموضوع ليس صارت هذه الزيادة السريعة هشرح لكم يعني حكينا في فيديو سابق اللي بتابع فيديوهاتي عن كورونا حكينا في فيديو سابق انه صاروا شخصو المرض قبل ما يقدر يسخصوه بالحمد النووي عن طريق صورة الـ CT الإشعة المقطعية للصدر وبقدروا يشوفوا هذا الموضوع فهذه بتظهر قبل أربع أيام تقريبا من ظهور الفيروس بفحص الحمد النووي عشان هيك بدأت الصين بطريقة الجديدة يعني اعتمدت هاي الطريقة في التشخيص وليس الحمد النووي وهذا وجد انه في اللي هو أربع أيام اللي ما كانوا منتبهين لها كلها اجت بيوم واحد فهذا السبب اللي زادت في العدد بشكل كبير الآن في ناس بتشكك في الأرقام أنا ما بقدر أجدم إنه هاي الأرقام صحيحة ولا بقدر أنكرها هذا اللي موجود أمامنا وأعتقد في جامعة بريطانية عملت معادلة رياضية بتبين الأرقام تقريبا يعني أعلى شوية من الأرقام اللي موجودة الآن بالصين طبعا حول العالم برضو عم في تزايد في الأرقام لكن مش بهذه السرعة أو بهذه الكمية أحط لكم الآن صورة لذلك طبعا في حوالي 1700 مريض دكتور وممرض هذول أصيبوا بهذا المرض خلال عملهم في الفرونت لاين أو في المقدمة في منهم ناس ما روحوا على أولادهم ما شافوهم من فترة بشوفوهم بس عن طريق السوشيال ميديا فو أرجع بحكي أنه هذول يعني الله يعينهم وقويهم ويساعدهم أنه يقدروا يكتشفوا دواء لهذا المرض تخلصنا منهم طبعا الفيديو هذا الشكله رح يكون طويل كثير فحوقف هنا وتابعوني في الجزء الثاني من تحديث اليوم هحط لكم الجزء الثاني نشوفكم في الجزء الثاني السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علىنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد